الأغذية اللي بتفيد الكبد كنت بقول لكم على الأوميجا والأوميجا موجودة في أماكن كثيرة جدا و كلمتوكو على فيتامين دال كلمتوكو على فيتامين هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه موجود في الحاجات اللحوم البحرية وموجود أيضا في بعض في اللحوم بتاعتنا لكن أنا بشجعكم دايما إلى تناول البيض المسلوء لأن كان زمان عندنا مفهوم ما تكلوش بيض علشان الكوليسترول ما تكلوش بيض علشان الكلام ده أصبح مش مظبوط قوي لينا بيضة كاملة يوميا وممكن نتناول أي حجم من بيض البيض ما عندناش فيه مشكلة فيه ما بعد لكن لينا بيضة كاملة مسلوقة مش مقلية ولا معمولة بأي طريقة أخرى ده بيساعد على هذا يعني يعني جزء من يعني وظيف الكبد بعد الأوميجا وبعد هذي الفيتامينات الطبيعية يجي نباتات بعينها يجي الأغذية الغنية بالفوليك أسد الزينك السيلينيوم الفوليك أسد والزينك والسيلينيوم نفس هذي الأشياء الفوليك أسد لو خدناها كأقراص حيؤدنا إلى مشاكل لا يحمد عقبها منها سرطان الرئيس لكن السيدات ممكن يخدوه فيه من ثلاثة لست شهور في الحمل اللي مانع تشوهات الأجنة التشوهات العصبية والتشوهات العامة اللي هي بتاعت التحام الجزئين بتوع الجنين فإذا هو ليستخدام طبي آمن لكن لو أفرطنا فيه لفترات تزيد على سنة قد يؤثر بالسلب خاصة لدى المدخنين مش بيحافظ على الرئة لدى المدخنين الزينك ده موجود في البقول موجود في الأكلات البحرية لو كانها بشكل مسلوق أفضل من المشويات لكن يعني لكن ناكل أي حاجة مقلية ده كلام للأسف شديد مرفوض الزينك وكل السيدات يسمعون الزينك علشان الأظافر وعشان الشعر لكن هو لو يعرفوا أنه ده من أهم محفزات المناعة الطبيعية ومن أهم الأشياء المناعة للسرطان مع الفوليك أسد يبقى الزينك والفوليك أسد من الحاجات المانعة للسرطان والسلينيوم والسلينيوم وبيرفع القدرة الإنجابية لدى الزكور الحاجات دي كلها نفس الأشياء دي موجودين في الورقيات الخضراء والبقول يعني خاص جرجير شابت بقدونس كرافس بروكلي موجودين في الأسماك البحرية موجودين في الأسماك البحرية موجودين في اللحوم وموجودين في البقول البقول الفول اللي احنا بنكله ده غني بالسلينيوم كلما خدناه في اللون الأخضر بتاعه أو في قبل ما ندخله يعني ما نحرقه قبل ما نعمل في كل العمال اللي احنا بنعملها في الفول بتاعنا كلما كان أكثر صحة لكن للأسف الشديد تناولنا لل زي ما بقولوكو احنا عايزين الناس تاخد الأوميجا من الفول السوداني ده بيحافظ على بيرفع الـ HDL اللب المكسرات على فكرة اللب واللب الأبيض بالذات أو اللب اللي هو جاينا من نبات الشمام ده البامكنز ده أو ما يطلق عليه البامكنز سيد احنا كل الناس فهمة انه هو فقط للحفاظ على حجم البرستاطا لدى الزكور يعني لو تم تناول هذه الأشياء قبل سن الخمسين ده بيقلل فرصة تضخم البرستاطا اللي بيحصل مع العمر بيقلل فرصة حدوث سرطان البرستاطا وبيرفع القدرة الإنجابية لدى الزكور شوفوا انا بس بكلمكم ان كل نبات احنا بنستخدمه ليه اكتر من فايدة مش مرتبط فقط بالكبد نبات التومارك هو يعني انا بس لا تحضرني الترجمة الحرفية بتاعته هو يعني من النباتات الهندية اللي احنا دايما برضو بنكلها لما بنروح المطعم الهندية هو اللي بدينا اللوم الاصفر التومارك اللي موجود فيه هذا النبات من الحاجات ايضا اللي بتمنع أو بتحافظ على خلايا الكابد وبتساعد الكابد إنه هو يقوم بوظيفه كنا زمان عارفين إن الشطة من أكتر الحاجات اللي تعمل لنا قرح في المعدة ومن أكتر الحاجات اللي هي مسرطنة ده كان مفهومنا قليل من الشطة قليل من الشطة الطبيعية قليل من الشطة الطبيعية بحافظ على التقام الجروح بتاعة البطن بيقلل تقرحات المعدة وجدوا إن ده بيقلل تقرح وبيحافظ على خلايا الكابد ويحافظ على البرستاطة ويرفع القدر الإنجابية لا ده الزكور يعني هو ده النباتات المضادات الأكساد ده ده كلام نهائي على فكرة ده كلام يعني لن نتنازل عنه الزنجبيل أو الجنزبيل الزنجبيل أو الجنزبيل أنا كل ده مسؤول عن هذا ما أقول ده كلام نهائي وقطعي فمن الحاجات يعني من أشهر الحاجات اللي بتحافظ على خلايا الكابد أيضا من أشهر الحاجات ولو استخدامات أخرى يمنع القيء لدى الحوامل يمنع القيء لدى الحوامل ومن أهم مضادات الأكسادة ويحافظ على خلايا البانكرياس يعني الجنزبيل يمنع القيء الجنزبيل يمنع القيء لدى الحوامل ويستخدم النهاردة كرقم واحد يعني أول سيدة يجي لها قيء نتيجة الحمل في بداية الثلاث شهور الأولى العالم الغربي يستخدم الجنزبيل إحنا بنستخدمه للكبد اللي بيحافظ على خلايا الكبد إحنا بنحافظ على كيف نعمل الديتوكس بتاعنا بتاع الكبد فهو ده الديتوكس الطبيعي إن إحنا نساعد الكبد إن يقوم بوظيفه الديتوكس مش إن إحنا بنقول إن إحنا بنشيل سموم الكبد وبنحط الرجل اللي فتشت فيه كهرباء وإحنا بنصومك بشكل محدد الصوم بشكل محدد ده جزء آخر بقى من رفع المناعة والحفاظ وده هكلمكم هكلمكم على هذا الكلام برضو يعني عشان فيه ناس بتدخلنا فيه قصص ويقولك ده لا ده بيعملوا معنا كذا وبيصومون على الأكل لمدة 18 ساعة ودونا سواء المحددة الحقيقة كل ده لرفع المناعة بس بطريقة أخرى عشان يعني طريقة الماركتينج لهذه القصة مختلف تماما عن الفائدة يعني إحنا نقدر نعمل الكلام ده في بيوتنا مش هنروح هذه المصحات وندفع آلاف الدولارات علشان ما يطلق عليه الديتوكس طيب ده ينقلنا إلى آخر حاجة خاصة تمنع سرطان الكبد وتمنع تلايف الكبد وتقلل الالتهابات الكبد الأهوة الأهوة نبات الأهوة النبات الأهوة حبوب القهوة بس مش الأهوة التوركية الأهوة اللي على الطريقة الأمريكانية الأهوة المغلية وكلما كان النبات أو الأهوة العربي كلما كان النبات في مرحله بدون تطور هذا أو بدون غالي هذه الأهوة ده بيمنع سرطان الكبد يمنع حدوث سكر مرض سكر مرض يمكن التنبؤ به الوقاية منه التعايش معه نبات الأهوة والأوميجا والأخذية الغنية فيتامين دال التلاتة دول مع بعض بيحافظوا على خلايا الكبد يحافظوا على خلايا البانكرياس يقللوا فرصة حدوث الألزهايمر يقللوا فرصة حدوث سرطان القولون شوفوا يعني الصحة لا تتجزأ يعني كل حاجة في الدنيا ليها مجموعة أشياء تحافظ عليها يعني الصحة غير مجزأة يبقى أنا بكلمكم على أول معلومة حكيت لكم عليها اللي هو الديتوكس كيف تحافظ على خلايا الكبد طيب في مشكلة بقى من الحاجات اللي احنا ضررنا نفسنا بها أنا حكيت لكم على الأدوية أول حاجة لكن إن انت تاخد سوداني بقى مخزن بطريقة رديئة في مادة اسمها الأفلاطوكسن 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 دي من الحاجات اللي تعمل لنا السرطان الكبد يبقى الهرمونات اللي احنا بناخدها عمال على بطال الأدوية اللي بناخدها عمال على بطال وآخر حاجة بكلمكم عليها في غاية الخطورة إن احنا ناخد فيتامينات عمال على بطال زي ما حكيت لكم عليها الحاجات اللي في ادينا أو إن احنا ناخد أغذية مش إحنا حافظينها في بيتنا كويس اللي هي فيها الأفلاطوكسن يعني الأغذية بالذات اللي غنية بالحديد وفيتامين الأقراص الفيتامينات أقراص أقراص القرص أما الأغذية الطبيعية مفيش فيها مشكلة الأغذاء الطبيعية مفيش فيه مشكلة